وبآخر فقراتنا بصباحنا غير لليوم حنروح لموضوع جدا مهم وإلو تأثير جدا على المجتمع وهي تنشأة الطفل هذا الطفل اللي مفروض هو أمانة عند أهله هذا الطفل مفروض يكبر بآخر نقول سليمة ولو شيئا ما أو بعض ما نحن اليوم ما فينا نوفر كل عوامل الأمان لهذا الطفل أو نكون بكوكب آخر نعزل عن الجميع الظروف اللي عنده مرؤفية ولكن نحاول أدمى فينا أن نؤمن لهذا الطفل جوه مناسب ليطلع سليم عقليا جسديا ونبعده عن كل شيء اسمه خلينا نقول مواقف ومشاهد عنه في اليوم شو تأثير العنف على حياة الأطفال لأنهم بالمستقبل حيكون له تأثير جدا سلبي عليه وعلى أولاده فيما بعد ولا حتى المحيط اللي حيكون حواليه فيما بعد رح نسأل اليوم ضيفتنا لليوم وأكيد حاجة جاوبنا عليها ونعرف اليوم كيف نحن قادرين بعد طفلنا عن كل شيء ممكن يكون سيء واضفتنا لليوم هي الأخصائية النفسية الاجتماعية للداغستاني صباح الخير صباح السعادة سيد صباحكم جميعا سعد صباحك أهلا وسهلا فيك طبعا مثل ما نعرف يمكن الأطفال يتعرضوا للعنف بكل مكان خلينا بداية نتعرف على أشكال العنف اللي ممكن يتعرض للطفل تماما هنا في عدة أشكال للعنف عنا إذا بدنا نقسمهم فينا نقول هنين ثلاثة أول شيء عندك شيء سلوكي يلي هو ممكن تعرض فيه للضرب أو الإيزاء الجسدي بشكل مباشر أو ممكن هو العنف اللفظي يلي ممكن يكون من خلال الإهانات أو اللعيات الإشياء اللي بتوجه للكلام وفي عندك الشكل الثالث يلي أنا صنفته كشكل ثالث يلي هو العنف يلي نحنا بنكتسبه المكتسب من خلال المشاهدات يلي نحنا بنشوفها أو من خلال الألعاب يلي الطفل بيلعبه تمام كل شكل هنين كتأثير على الطفل هيأثر عنا بالنتائج تقريبا نفس الشيء بس هنين الأشكال يلي بيتعرض للطفل وبياخد من خلاله أو الأشياء تعرض من خلاله للعنف بحياته طيب اليوم ذكرتي عدة أشكال وكل شكل خلينا نقول أنه هل ممكن يكون له تأثير خاص وغير عن الشكل الآخر اليوم أنا طفلي عم يتعرض لكذا الشكل من أشكال العنف أو التعنيف خلينا نقول نفسيا وعاطفيا شو هيكون تأثيره هل اليوم التأثير مشترك بين جميع الأشكال أو لا اليوم حسب الشكل اللي يتعرض له الطفل هلا تقريبا فينا نقول أنه لثلاث أشكال هنين بنفس النسبة ولكن إذا بدنا نصنف الأسوأ والأفضل كعنف وهو العنف كله مرفوض ولكن هو يعني فينا نقول أسلم نتائج بتبقى هي اللي بتستخدم بشكل مباشر يتعرض له مثلا كأكل أتلي أو تعرض للضرب هذا بيبقى هو يخلينا نقول الأخف نتائج عن البقياني لأنه عندك العنف اللفظي بيجي بعضا منه بيجي عندك الأسوأ كمان العنف المستمر من خلال المشاهدة أو من خلال الألعاب يلي بيعد عليها أطول عدد ساعات لش لأنه هي بتصير الأسوأ صارت عندك لأنه احنا قاعدين أطول عدد ساعات ما في أي تدخل أو أي حركة مجتمعية فبالنهاية أنا هون صار عندي العنف هون التأثير تبعه المكتسب شكل كتير أعلى من باقي العنف من باقي الشكلين الثانيات طب إذا بنروح إلى الآثار النفسية والعاطفية ممكن يتعرض للطفل نتيجة هذا العنف طيب عندك أول شيء حلاقي أنه الطفل حيصير عنده إلا ثقة بالنفس تدني بتقدير الذات هو ما عادي يشوف أنه هو شخص إلو قيمة مجتمعية أو هو إلو وجود غالبا حتلاقي هذول الأطفال عنده عزلة بعيدين عن المجتمع حلاقي هذا الطفل ممكن ياخد يعني جزء منه أن يكون عنده التمرد ممكن يصير هذا الشيء ولكن غالبا عندك العنف اللي بتعرض له لفظيا هيعمل عنده انسحاب وتدني بتقدير الذات أكتر بينما العنف الجسدي غالبا هيعمل عندي ردة الفعل اللي هي التمرد اللي هي أنه أوكي ضربني ما بيأثر فيني شيء فبيبدأ هو كمان بطل جاني بيقولك وممكن يمارس بأيصير هذا الشيء يعني هو لأنه انضرب فبيصير يكرر تكرار عملية الضرب بيجي عندك العنف اللي بيتعرض له نحنا من خلال الألعاب أو المشاهل حيكون مشترك عنا نحنا نطلع أنه التأثير هو أنه الانسحاب التدني تقدير الذات اللي تثق بالنفسه بيبقى عندك ما ممكن طلع عندي نتائج سلوكية اللي هي التبول اللا إرادي حنلاقي عنا توتر حنلاقي عنا قلق حنلاقي عنا عند الطفل مشاعر اكتئاب وممكن تتطور هاي المشاعر إذا استمرت بدون علاج تتطور لنوع من أنواع الأمراض النفسية كمان عندك أنه الطفل ممكن يصير عنده اللي هو السلوك العدواني تجاه الأشخاص تجاه الأفراد بالمجتمع ممكن نلاقي أنه هذا الطفل هو ضعيف الشخصية أغلب الوقت ولكن فجأة بيطلع عنا سلوك عدواني مفاجئ اللي هو بينا نسمي نوع من الانفجار بينما الحالات اللي بيصير فيها عندك الطفل أغلب وقته قاعد الكترونيا على مشاهد أو الألعاب انسحاب تمام هلالانسحابية تقريبا للثلاثة ممكن يكون عندنا انسحابية هل كل طفل تعرض للعنف نحن فينا نعمم عليه صفات العدوانية يعني يوم هل كل طفل هو عدواني لا أبدا أكيد مو كل الأطفال اللي بيتعرضوا لأي نوع من أنواع العنف حيصيروا عدوانيين لا بالعكس ممكن يصير عندي أنا هذا الانسان انطوائي جدا وممكن يتحول لحدا يلي هو بيصير كيف بدي يقلك صار شخص ما عاد بده يعمل أي سلوك لحتى يكون فيه عدوانية مع الناس وهذا الشي بيساوي عنده مشاكل أخرى ممكن يصير إنسان مفرط بالعطاء مفرط بالمسالمة يعني ما عاد يقدر يدافع عن حقه ما عاد يقدر يقول لا ما عاد يقدر ياخد حقه تمام بس أنا كنت بدي يقول فكرة عن الأعدال الكترونية فبيصير عندك اللي هو ضعف الإدراك وضعف الإمكانيات اللي بتصير عند الطفل لما أنا بقعد بفترات طويلة على مشاهد عنف زائد التأثيرات اللي بتأثر فيها أنا نفسيا بيصير عندي اللي هو ضعف الإبداع ضعف الإدراك لأنه أنا هون صار عندي الجزء اللي هو التعليمي بالحياة التواصل مع الآخرين كتير لحيقل عندي فبالتالي بتقلل المهارات هذا الشي في حال حضر مشاهد عنف أو ما حضر مشاهد عنف وسائل التواصل عم تعمل وضعف الإدراك هلأ ممكن بس نحن أكتر شي عم نحكي اليوم أنت عندك الأطفال بشكل كتير كبير عم يعدوا على ساعات طويلة على ألعاب فيها عنف فهذا كتير بيضرب عندي مهارات التواصل يعني إحنا في شي اسمه مهارات التواصل الفعال اللي هي المهارات المجتمعية للتواصل مع الآخرين فأنت الطفل حتلاقي عنده المهارات هاي مضروبة مهارات التواصل مهارات الحوار الإدراك المعرفي حتلاقي كتير مضروب في حال هو بيعد ساعات كتير بصير هو متوتر شخص عصبي بشكل عام أوكي هلا التوتر القلق العصبية الانفعالات حتلاقيها عند الكل عند أغلب الأطفال يلي تعرضوا حتى لو كان هل هاي أعراض ممكن لحظة نحن عالطفل إيه الأعراض يلي بتظهر عندك عالطفل يلي تعرض لأي نوع من أشكال العنف ببساطة حتلاقي إنه هو حدث متوتر قلق كيف أنت بتعرف إنه هو متوتر القلق حتلاقي إنه سلال عنده مشكلة قدم أضافر حتلاقي مثل ما أنا تبول لا إرادي بالليل حتلاقي إنه هذا الطفل عنده خوف حتلاقي إنه هو عنده تردد لو سألتيه سؤال حتلاقي عنده هو تردد يجاوب ما يجاوب حتلاقي حسي خايف إنه ما عنده ثقة بنفسه وبي إيجابته تماماً وحتلاقي هذا الشي بيتعرضوله الأطفال خاصة بالمدرسة يعني مثلاً حتلاقي المدرسة حتلاحظ هذا الشي على الطفل يلي بيبقى علاماته كويسة بس وقت الامتحان بيبدأ يبكي بيبدأ ما يعرف يجاوب بيبقى ينسى الأجوبة لأنه هذا معناته دليل إنه أنا بيتعرض عندي هذا الطفل لعنف معين قد يكون عنف بخص الدراسة وقد يكون عنف بشكل عام فبالتالي هو دائماً عنده خوف خاصة حلاقياً إحنا أنا فت على مدارس يعني مشان هيك مشاكل تحديداً تلاقي الام عنده مشكلة بعلامة تسع ونص من عشرة فهون الطفل بيبقى عنده التوتر بيأشده فتلاقي عندنا حالات الطفل عنده انهيار بكاء التوتر كتير خوف كتير تماماً تماماً وهذا الشيء أكيد صعب ليلة وغلط يعني اليوم مقارنات يعني أكيد لمو بس هي مقارنات هي أحياناً ما بتكون مسبب طاقات يعني طاقاتي تماماً إنك تتحاسبي على أشياء الحلو إن احنا ندعم قدرات الطفل ونتقبل لو عنده مشكلة نبدأ نساعده فيها بس بدون ما يكون فيه نوع من العنف سواء كان لفظي أو كان سلوكي صحيح وبالنهاية كل طفل عنده قدرة معينة بتختلف القدرات اليوم لكن اليوم الأطفال سواء الصبي أو البنت وقت اللي هنو انتعرضوا للعنف خصوصاً العنف الأسري كبروت زوج وصار عندهم أسرة هل هذا العنف اللي هنو انتعرضوا له رح يمارسوا نفس الشيء على أولاده؟ طيب عنا شكلين لهذا الشيء شكل حيمارس هذا الشيء على أولاده بشكل كتير كبير وشكل اللي حيكون عم يعطي للأولاد تميع بالتربية بشكل كتير كبير بل حالتين حيكون في عنا عدم توازن بالتربية ليش؟ لأنه هو عاش حالة من الألم يا أما هو حيرجع يكرره طبعاً أنا اليوم بشتغل كتير مع أهالي عندهم هاي المشكلة وحقيقة اللي لازم نعرفه أنه كل الآثار اللي نحنا بتصير معانا بحياتنا بمرحلة الطفولة تحديداً إذا ما تم علاجها بشكل مع مختص وتم التحرر منها ما في شيء اسمه طبعاً مشكلة نحنا حننساها بالمرة أو شيء لا ولكن حنتحرر من آثارها ومن المشاعر يلي عم تجينا من خلالها فإذا ما تم تحريرها نحنا حرفياً عما نزيد مثل ما بيقول ونضاعف المشكلة عوحة ما نصير نكررها مرة تانية يلي بيصير عندك أنه الأهل عنا مثل ما قلنا شكلين الشكل حيصير هو لأنه بيكره طفولته فأنا لأنه عندي مشاعر كره لطفولتي فببدأ أشوف هذا الطفل هو طفولتي هاي بشكل لا واعي هذا الحكي لأنه بعقلي الباطن صار عندي فأنا ببدأ أتعامل مع هذا الطفل على أنه هو طفولتي يلي أنا بكرهها تمام؟ فبصير أنا بمارس عليه كل الأشياء اللي أنا كنت أكرهها فبلاقي حالي لا شعورياً تلاقي الحالة الأم عم تضرب بتلاقي حالة الأم عم تأذي بتلاقي حالة الأم عم توجه عنف حتى أحياناً مبالغ فيه عن طفولتها يلي هي صار معاها أو حتى الأب فبالتالي نحنا عم ندمر هذا الطفل أو بتلاقي الشكل الثاني يلي هو الشكل اللي خلينا نقول السلبي صير خلي ابني يعمل اللي بده يه فهدول الشكلين ما فيهم توازن تربوي والشكلين عندهم مشاكل لقدام وحنرجع نكرر المشاكل الصح هو شغلتين واحد أنه أنا كأم أو كأب أبدأ بإني أنا حل الغضب يلي جواتي لأنه أغلب أشكال العنف يلي توجهها الأطفال شو هي؟ طيب أحياناً هذا الغضب بيكون هو كبت المنشأ اليوم تمام أم بعمر 30 أربعين سنة أو أبي هذا العمر يعني هلأ بديرجي حل مشاكل طفولي تبعه؟ تماما لا معلش هذا الصح أنا اليوم بشتغل بهذا العلاج وعالشت كتير ناس أديك عن نسبة النجاح فيه؟ تقريباً فيك تقولي فوق 90% والحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله يعني أنصرت شغلي مع آلاف الحالات وليست حالة يعني ذكرت حالي أنا بعض حدا بالواقع بيقول لي أنا ما نعم بقدير كون مع أولادي صح لأنه أنا عندي شي خوف من الماضي طيب أوكي سمحي لي قللك شي الموضوع تبع الماضي نحنا بنقدر نحله اليوم وما في شي اسمه أنا عمري 30 أنا عمري 40 سنة بحقيقة نحنا 30 و40 سنة اللي تم ترويجه أنه نحنا خلص كبرنا وصار صعب أنه نحنا نعالج مشاكلنا أو نحل ولكن الحقيقة لو إجينا نطلع على قصص نجاح على قصص تطور على قصص حتلاقي كتير ناس بلشت من بعد الأربعين وطالع وخلقوا تغييرات عظيمة بحياتهم وبسلوكهم وهذا الشي نحنا منقول أنه هو دليل أنه إحنا قادرين نعمل هذا الشي أنت عندك غضب مكبوط إذا أنا بده يضل هذا الغضب المكبوط جواتي حيتحول له شكلي ما في إيلون تالي يا أما أنا حانفجر داخليا وسبب عندي أمراض خطيرة جدا تمام إما حيكون عندي لا سمح الله سرطانات خطيرة تاكل بجسمي لأنه أنا الغضب عم يأكل جواتي أكل تمام يا حيكون عندي شكل من أشكال الأمراض العضوية الأخرى لأن الأمراض العضوية علم النفس بيقول لك أنه هي 98% منها منشأها نفسي ولكن فيه شي اسمه الطب الشعوري وهذا شي أنا درسته وتخصصت فيه تمام الطب الشعوري بيقول لك أنه 100% الأمراض العضوية منشأها نفسي طبعا الغضب والغضب المكبوط يلي مثل ما تفضلتي بداخلي هو أسوأ المشاعر يلي ممكن تتحول عندي لأمراض عضوية سيئة جدا الشكل الثاني هو أني أنا انفجر فيا أما أني أنا يتحول الانفجار تبعي لأني كسر المكان وأكيد سمعتوا عن أشخاص لما بيتعرضوا لحالة غضب حيكسروا المكان يا أما حكسر الأشخاص يلي قدامي حأنزل فيه نقتل طبعا هون بهاي الحالة هو غير قادر على السيطرة على انفعالاته تمام حتى لو حدا يجي يتدخل بهاي الحالة حيلاقي أنه التدخل صعب لذلك نحن شو منقول في حال عندي أنا أم أو أب هنين بيشعروا أنه مش قادرين يسيطروا أنه هنين دائما عندهم حالة توتر قلق غضب فبدل ما يكون أنا التفريغ تبعي بالأطفال بلجأ لحده مختص هذا المختص يساعدني أني أنا فرغ هاي المشاعر المكبوتة بداخلي حررها نحن منعالج الصدمات منعالج صدمات الطفولة منعالج أي صدمة تعرض للشخص بأي مرحلة من حياته منحرر مشاعره فبالتالي هو ما عاد يبقى عنده النقطة هاي تبع الصدمة يلي هي موجودة يلي هي عملت له هذا الكبد تالي شغلة نحن شو منعمل منعلم الشخص كيف يتعامل مع ضغوطات الحياة لأنه هو حيقلك أنا مضغوط أنا مثلا عندي وضع شغل أو الأم أو كذا فنحن منصير نعلمهم كيف يتعاملوا مع هاي الضغوطات كيف يحلوها كيف يكونوا مرينين مع هاي الأمور كيف يتعاملوا معها ليطلعوا بأسلم النتائج الممكنة من هاي الصفة بالتالي هي ما تكون مؤثرة عليهم بشكل كبير فتتحول لضغط داخلي وتأدي إلى انفجار بالتالي نحن يكون هذا الشيء على أطفالنا بالبيت تماما بالنسبة للأطفال يعني اليوم الأطفال اللي بتعرضوا للعنف ذكرنا شوي أنه في قلون طرق علاجة بدنا نصائح من حضرتك اليوم للأهالي لحتى المدرسين كيف ممكن يعودوا أطفالهم ما ينشؤون ببيئة من العنف يمكن في أهالي بيقولوا هاي طريقة تربية هي صحيحة ما بيعتبروا أنه هي بالنسبة لقلون عنف تمام هلأ أول الشيء أنه العنف يعني فكرة أنه يعتبر طريقة تربية صحيحة لا الأمانة أنا لا أؤيد هاي الفكرة أبدا رغم أنه كتير أهالي أنا بيجوا لعندي بيقولوا لك نحنا نضربنا نحنا كذا نحنا كذا ولكن حقيقة بالجلسات العلاجية أو بمئات الجلسات اللي أنا عملتها حتكتشفي أنه المنشأ طفولي فهي حتكتشفي أنه هذا الرجل أو هاي الأمرأة هنين بمرحلة ما من حياتهم كانت مشكلتهم أنه هنين نضربوا ونأزوا فحقيقة وجودي اليوم بعمر 30-40 أو أكبر وأنا كنت منضروبة أنا وصغيرة ما بيعني أنه أنا اليوم بالدليل أصلا أنه أنا عندي مشكلة أني أنا شايف أنه الضرب هو عبارة عن سلوك حلو أو سلوك تربوي كونك تشوف أنه الإيزاء هو عبارة عن سلوك تربوي أنا بوجهة نظري هو شيء غير سليم نفسي غير سليم نفسيا لأنه أنت عم تشوف أنه الإيزاء أسلوب توجيه تمام فهذه الفكرة أنا فضل أنه يعني ننتبه ونشوف الأساليب التربوي أوكي قد لايت ناسبك كل الأساليب التربوية الإيجابية يلي أنت عم تسمعه وأنا أدرك أنه في أحيانا تسويق للأساليب التربوية غير صحيح ولكن ما بيعني أنه نحنا ما نطلع بالمرة نحنا منطلع وناخد الأشياء واللي منقدر نحنا نطبعها بالبيت قدر الأمكان طيب نصيحة للأهل بشكل كتير كبير أنت إن كنت عانيت بأي مكان بين حياتك فأنت أكيد كنت محتاج للحب كنت محتاج للعطف كنت محتاج للحنان فيبضل أنك تعمل هذا الشيء مع أبنائك وتبدأ توازن النصيحة اللي ذكرناها قبل شوي أنه حرر مشاكلك لحتى ما تنقلها أنت أصلاً لأطفالك نصيحة للمدرسين وهذا الشيء عملوه معي كتير أسازة وأنا بشكرهم عليه أنه هنه بتواصلوا مع مختص وبينزلوه على المدرسة أنت لما بتشوف الطفل عنده سلوك عدواني بالمدرسة لا تعاقبه بشكل مباشر لأنه خلف هذا السلوك العدواني فيه مشكلة نفسية عند الطفل فيفضل أنه نشوف شو المشكلة فنساعد الطفل أو نساعد أهله بالتوجيه لما نشوف هذا الطفل منطوي أو صار عنده تدني بأسلوب الدراسة تدني بالعلامات فكتير مهم أنه نحن نشوف الأهل ونحن ندعم الأهل أنه نتوجه لعند مختص لنعالج المشكلة لما نشوف الطفل هو بعيد عن الصداقات وهذا الشيء حيلاحظه الأسازة أكتر يعني بالمدرسة لما تشوف هذا الطفل دائما من زوي ما عنده علاقات مش قادر يبني علاقات بالصف أو دائما هو الطفل يلي عم يتم الاعتداء عليه أو التنمر عليه بقلب المدرسة لأنه هو مش قادر ياخد حقه أو يعبر فهي كل ياته بالدل عندي أنه هذا الطفل اتعرض لشكل من أشكال العنف فكتير مهم أنه نحن نتواصل مع الأهل ونحاول نساعد أنه تنحل هاي المشكلة هي القصة تشاركية اليوم بين الأهل والمدرسة وأيضا الأخصائيين النفسيين شكرا لحضرك اليوم ستة ألا وأكيد بالصحاوة النفسية والجسدية والعاطفية لأطفالنا ترجمة نانسي قنقر